بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بناتي وابنائي الأعزاء طالبات الفرقة الثانية بالمهد الفان التمريض النهاردة سنأخذ محاضرة طرق بحث بعنوان سامبلينج دكتور سماح عبد الحليم سعيد سامبلينج يعني كيف نختار عينة البحث الهدف الهدف سامبل النهي عبارة أنا بختار مجموعة فرعية من الهدف السكان كلهم دول الناس اللي أنا هشتغل عليهم الهدف العينة ده سامبل سامبل من منين من المستقل عشان تستميت احسب الخاصة الهدف العينة سامبلينج يعني ايه؟ سامبلينج هي عملية عملية اختيار الأفراد العينة بتاعتي من الـ population وكلهم من السكين ده target population وزمينج of target population ده دول الناس المستهدفين هي عبارة عن is the total group of individuals from which the sample might be drawn دول total group of individuals دي المجموعة اللي انا هشتغل عليها العينة بتاعتي المجموعة اللي انا هشتغل عليها it is a list of all those within the populations who can be sample هي عبارة عن قايمة كده فيها لسه بكل الـ population اللي انا هشتغل عليهم او انا هاخد منهم السامبل بتاعتي sample size what sample size should i use sample size يعني حج العينة بقول لي the best is to use large sample where sampling error degrees and the possibility of achieving the significant is increased بيقول لي كل مكانة العينة بتاعتي كبيرة كل مكانة افضل وكل مكان نسبة الخطأ اقل فيها وكل مكان عندي فيها بوصل فيها اتشيبنج لـ statistical significance is increased الدلالة الاحصائية بيكون فيها عندي increase بيزيد او بيكون عينة ده sample size دول كده كان بعض ترمونولوجي كده في اول محاضرة بعد كده هشوف ايه ايه factors that must be considered in deciding sample size في بعض العامات بحطها في اعتباري لما يجي احدد ايه حجم العينة بتاعتي دولة ايه هو اول حاجة طيب of study نوع الدراسة بتاعتي دي هل الدراسة بتاعتي دي انا هي بتشتغل على small sample ولا large sample انا هشتغل على مجموعة صغيرة ولا مجموعة كبيرة تفرق معايا number of variables عدد المتغيرات عندي هل هو متغير واحد one variable two variable three variable four variables يبقى هنا عدد المتغيرات بتاعتي برضو بعتمد او بحطها في اعتباري وانا بختار الايه sample size بحدد الايه حجم العينة ده اناليسي التكنيك الطريقة برضو ان انا هعمل بها ده اناليسي تحليل البيانات خلاص انا هنشتغل تحليل البيانات ده ان هعملوا ايه هعملوا ازاي في عندي بيكون tabulated او انها بيكون figures او على حسب انا هشتغل ايه تكنيك اللي انا هشتغل ايه بي في ال data analysis دول three factors must be considered in deciding to sample size type of study number of variable data analysis technique موسيقى موسيقى